بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزائي الطلاب وعزيزات الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع في موضوعنا اللي هو موضوع الكالكولاس ونأخذ أمثلة على معادلة 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 تساوي صفر فقلنا الشيء اللي من نعمل اللي مطلوب يكون معادلة يكتب على شكل تكامل جيت وساطة تكامل سنحدد الاف ونعوضها في هاي المعادلة وبنحل المعادلة حتى نجد Y و X شفنا المرة الماضية مثاليا المثال الأول كان هو أقصر مسافة بين نقطين في المستوى اللي هو عبارة عن خط مستقيم والمثال الآخر اللي اسمه براكستيكرون اللي هو المنحنى اللي إذا نزلق عليه جسم بين نقطين تحت أثير الجاذبية بوصل في أقل زمن فكان النتيجة اللي هو ما يسمى بالسايكلويد وهذا أيضا المثال الثالث اللي هو أيضا رقم ستة ثلاثة بالكتاب من الأمثل أيضا التاريخية القديمة اللي تم معالجتها في هذا الموضوع minimum surface revolution minimum surface revolution يعني أقل سطح دوراني أقل سطح دوراني by revolving علان connecting two fixed points x1 1 y1 و x2 y2 about an axis with the two points find the equation of the line connecting the points such that the surface area generated by the revolution يوجد المنحنة التي تربط بين النقطين يجعل السطح الدوراني الناتج أقل ما يمكن إذن الكمية التي تريدنا أن تكون منها هي الاريا فلو أخذنا شريحة على هذا السطح هذه تلاحظ عبارة عن دائرة نصف قطرها X ولكن هناك لها أيضا سمك عبارة عن DS فلو أنت قصيتها وفتحتها يحدث مثل المستطيل طوله محيط الدائرة وعرضه DS إذن DA تساوي الطول المستطيل فلو فتحنا محيط دائرة 2x محيط الدائرة دائرة سبترة X محيطة 2x في DS إذن 2xXDS أي مساحة هذا الجزء المضلل 2xXDS وDS كالعادة الجذر التربيعي DX تربيع زائد DY تربيع إذن الاريا الآن بنكامل 2xX1 الآن أيضا طلعنا DX تربيع برا وصارت DX وDY على DX فصارت A تساوي 2x تكامل X في 1 زائد Y فتحة تربية تحت الجذر DX إذن زي ما قلنا G تساوي F DX إذن ها هي الIF طبعا الاثنين باي ثابت قلنا اخذناها ولم اخذناها إذن F تساوي X في 1 زائد Y فتحة تربية تحت الجذر بارشا الIF بارشا الY بنحتاجها تساوي صفر لا تعتمد صراحة على Y إذن بارشا الIF بارشا الY ساوي صفر بارشا الIF بارشا الY فتحة تساوي X في ها هي مجدقة طبعا عندك تجيب أنت نص نص 1 زائد Y فتحة تربية القوة ساوي بنص لذلك أجد في المقام في اثنين Y فتحة والثنين راحت مع النص إذن ها هي بارشا الIF بارشا الY فتحة لما نعوذ هون سيكون عندي صفر ناقص دي باي دي اكس لهذا المقدار يساوي كونستانت إذن X Y فتحة على واحد ساعد Y فتحة تربية تحت الجذر تساوي كونستانت سمينا هذا كونستانت الآن بعد ذلك ما نعمل؟ نحن نربع الطرفين ونضرب ضرب تبادل ونجعل Y فتحة على جهة لواحدها فإذا Y فتحة تساوي واضح ضربنا ضرب تبادل تربية واخذنا Y فتحة جاء لحالها Y فتحة تساوي A على جذر X ناقص A يعني في خطوات بسيطة أنت تعبيل الفراغات دي واي باي دي اكس إذن Y تساوي تكامل A دي اكس على الجذر هذا التكامل نتيجته يعني ما في داعي تحفظه لكن إذا احتجت تعطوها Y تساوي A كسين هاي بربولك انفرس كسين هاي بربولك انفرس ل X ع A زائد B البي ثابت تكامل آخر دائماًا الأي والبي ثابت تكامل كيف نوجدهم؟ إذا أعطاك النقطين محددات إذا أعطاك نقطين إحداثيات نقطين فتعود هذول النقطين حتى توجد ساوي التكامل A و B سوف نغير شكلها كيف نعمل؟ اطرح B و يقسم على A أول شيء وصير عندك Y ناقص B على A 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 والذي أسهل ممكن أن يتعرف كأن تزوج كثير من 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 خيط مرن أو سلسلة معلقة بشكل حربين ونقطين هذه هي منظر من الطبيعة هذه السلسلة هذا الشكل يسمى كاتيناري هناك رسم رياضي ليس مثل هذا مثال آخر هذه هي كاتيناري مجموعة 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 هذه هي كاتيناري الآن هناك شيء يسمى الثاني مجموعة يعني نريد نشتاق صيغة أخرى لمعادلة نشتاق صيغة أخرى لمعادلة أولر فهذا هو الاستقاق فهذا هو اشتقاق هذه المعادلة التي ترونها تحت وهي صيغة أخرى لمعادلة أولر الآن الثاني مجموعة 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 الثاني 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 مجموعة دermوںنا نرى أيضا وي فتحة ت vậy دباع لاحظ حد إلى الفتح موجود في المعادل فالآن ماذا نفعل؟ نظر هنا دي باي دي إكس وي فتح برشيب لكن مكان هذا الحد يجب أن أعوض من المعادلة السابقة مكان هذا الحد لأن هناك أربع حدود فعين معادلة أحد هذا الحد فهذا الحد يستبدل بثلاث حدود المعادلة الأولى إذن مكان وي فتح بارشة إف بارشة وي فتح شو بدأ أضع؟ دي إف باي دي إكس ناقص بارشة الإف بارشة الإكس ناقص بارشة إف 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 بارش هذا يساوي صفر من أقوات أولير ماضح؟ هذا بين الأقواس يساوي صفر لأن هذه هي معادلة أولير إذا ننتخلصنا من آخر حدين ماذا يظل عندي؟ هذا يساوي هذا الحدين نكتبها بعض الشكل نجيب بارشة F بارشة X اللي شرتها الآن سالب نجيبها على اليسار بشيء موجب بارشة F بارشة X ناقص هذا الحد موجب يصبح سالب ناقص هذا الحد يظل موجب بذلك سالب سالب إذن زائد دي باي دي اكس لأن هذا يصيغة أخرى لمعادلة أولير هذا يصيغة أخرى لمعادلة أولير متى نستفيد منها؟ هذه تسهل إذا كانت F لا تعتمد صراحة على X فبارشة F بارشة X ستكون صفر وبالتالي إذا كانت هذا هو صفر إذا دي باي دي اكس لحظة المقدار صفر إذا كانت هذا المقدار صفر إذا كانت هذا المقدار صفر كي تركز مهمة فتح مهم وليس منذ جديد تشząط حالة سفر وبالتالي وفتح всё اسغل الآن عندما تكون تتابع aquí في الملاحظة إنك أقدم validًا حل المثال وهو باسخدام نقطين باستخدام هذه المعادلة هناك ك任 بدء هذا في الحل ومضح ذلك هناك shampoo وذلك المثال باستخدام هاي المعادلة المثال الموجود هون على هاي المعادلة هون معرف لك شغلة اسمها جيوديسيك معرف لك شغلة اسمها جيوديسيك شو جيوديسيك يعني هو الخط الذي يمثل أقصر مصار أقصر مصار بالنقطين عندما يكون هذا المصار محدد على سطح معين محدد على سطح معين إذن الجيوديسيك هي معناها أنه أقصر مسافة بين النقطين على سطح معين قد يكون سطح مستوي سطح كروي سطح أسطواني أو غيره فعند جيوديسيك هون أسفير إذن هذا المثال هي اختصاره نصوفه عند جيوديسيك هون أسفير يعني بدنا ما هو أقصر مسافة بين النقطين لكن على سطح كرة لذلك نحتاج دي اس بالإحداثيات الكروية بما أننا الآن موجودين على سطح كرة نحتاج دي اس بالإحداثيات الكروية دي اس بالإحداثيات الكروية عبارة عن دي أر تربية زاد أر تربية دي ثيتا تربية زاد أر تربية سين تربية ثيتا دي في تربية تحت الجذر لكن بما أننا على سطح كرة بعد ذلك دي أر تابية زاد أر تابية سفر وإننا نصف قطر الكرة رو سمينا نصف قطر الكرة رو فإذن أر تساو رو تساو كونستان دي أر تساو كونستان دي أر تساو كونستان فالحد الأول في دي اس نتحدى ما يظل؟ رو في D3 تربيع زي صان تربيع ثي تربيع دفاي تربيع للقوة 1.5 لأن الإحداثات التي تظلت عندي الثيتا والفاي مثل Y والX ثم نأخذ الفاي هي مثل X فنظر دفاي تربيع ثم نصد دفاي تربيع ما يظل؟ دفاي تربيع زي صان تربيع ثي تربيع إذن فى هده تعقل ثม خلال ذات تربيع ثيتا noc فنصد دفاي تربيع ثي تربيع ثم خلال يظ 그렇죠 فنصد دفاي تربيع أغلب إن البعض و POL بين البعض UN مثل البعض F sun فقط المعادلة السابقة العدلةathy F ناقص ثيتا فتحة بارشل F بارشل ثيتا فتحة تساوي كونستانت إذن بنعوض في هذه المعادلة هي F ناقص ثيتا فتحة بارشل F بارشل ثيتا فتحة تساوي كونستانت طبعاً هناك خطوات صغيرة مبينة بدك تعمل الاشتقاق وبعدين تضرب الطرفين بـ F يعني بهذا الجذر بدك تعمل الاشتقاق وبعدين تضرب الطرفين في هذا الجذر يجب عليك صان تربية ثيتا تساوي A في ثيتا فتحة تربية زائد صان تربية ثيتا تحت الجذر الآن لاحظ هناك صان تربية ثيتا وصان تربية ثيتا وعندك هون ثيتا فتحة تربية لدي ثيتا باي دي فاي تربية الآن نعمل فصل للمتغيرات حتى نستطيع كامل نعمل دي فاي ح thếتا بإذنcuts مثلا trace هو إن這樣 مع mete إذا ك أبل دي فاي باي دي فاي تساوي A كوسيكن تربية ثيتا كوسيكن هي مقلوب سين كوسيكن ثيتا واحد أصين ثيتا يعني هذه واحد أصين تربية ثيتا إذن إمكانك تكتب معادلة بهذا الشكل هذه خطوات سهلة بتعمل تفاصيلها لكن الحل الآن طبعا أنك تضرب في دي ثيتا وتضرب وتكامل الطرفين ففايت تساوي هذه النتيجة أيضا تقطع جاهزة إنه فايت ساوي ساين إنفرس كوتان ثيتا على بيتا زائد ألفا فايت ساوي ساين إنفرس كوتان ثيتا على بيتا زائد ألفا الألفا هي ثابت تكامل جديد والبيتا معرفة بهذه المعادلة يعني بدلالة ثابت تكامل السابق له وهي هي بيتا تربية طبعا إحنا بعض الشكل مش عارفين شو هاي المعادلة بتمثل لذلك في عليها كمان شغل أول شيء نتخلص من الساين إنفرس مثل ما تخلصنا سابق أن الكوسين هاي بوربرك إنفرس أول شيء أطرح ألفا أطرح ألفا بصير عندك إيش في ناقص ألفا بعدين تأخذ الساين للطرفين حتى يتختفي بصير عندك ساين في ناقص ألفا إذن هاي المعادلة عبارة عن كوتان ثيتا أو بيتا ساين في ناقص ألفا ناو ملتبلاي بوث سايد باي رو ساين ثيتا عندك ساين في ناقص ألفا يعني نضرب الطرفين في رو ساين ثيتا أول شيء هاي رو ساين ثيتا وهاي رو ساين ثيتا هون شو صار هي كانت كوتان ثيتا لي كو ساين على ساين لما تضربها في رو ساين شو بظل؟ بظل رو كو ساين واكسباند في يعني الساين في ناقص ألفا أي في أننا مطابقات استخدمناها ساين في ناقص ألفا شو تساوي ساين في كو ساين ألفا هيها ساين في كو ساين ألفا ناقص كو ساين في في ساين ألفا إذا هاي المعادلة تصير بهذا الشكل لاحظ البيتا كو ساين ألفا هاي هي ثواب التكامل البيتا والألفا بتا والألفا هي من ثواب التكامل لذلك هاي ثابت وهاي ثابت نستطيع أن نسميهم كابيتل A و كابيتل B اختصارا ها فشي بصير معادلة A رو ساين ثيتا ساين في ناقص بي رو ساين ثيتا كو ساين في تساور كساين ثيتا رو هي نصف قطر الكرة يعني مثل R نصف قطر الكرة الآن لو شفنا العلاقة بين Rectangular Coordinates والSphrical Coordinates نلاحظ أن هذه عبارة عن Y وهذه X وهذه Z لو شفت تحولات من Rectangular لSphrical Coordinates أو من Sphrical لRectangular Coordinates ستجد أن Z تساوي رو كوصين Theta أو رو كوصين Theta و X رو كوصين Theta و Y رو كوصين Theta إذن هذه المعادلة بصيصة كلها سهلة AY ناقص BX تساوي Z هذه معادلة هذه معادلة مستوى في مركز الكرة يعني هذه معادلة مستوى بمر في مركز الكرة نقطة الأصل يعني لما لاحظ لما X صفر و Y صفر كيف تطلع Z صفر لما X صفر و Y صفر تطلع Z صفر إذن نقطة الأصل واقعة هذه المنحنة لذلك أن X صفر يكون محل المنحنة من المنحنة من المنحنة يعني إذا نسأل أقصر مسافة على سطح كرة بين النقطين هو المسار الناتج من تقاطع هذا المستوى مع سطح الكرة كرة عندك كرة و أعطيت مستوى مثلا ورقة مستوية و اقطع سطح الكرة لكن بحيث أن هذا المستوى يمر في نقطة الأصل في مركز الكرة فهذا نسميها Great Circle هون ترى هذه الدائرة مركزها منطبق على مركز الكرة هذه الدائرة الكبيرة مركزها منطبق على مركز الكرة فهي Great Circle بينما هؤلاء هؤلاء نسميهم Small Circle هؤلاء هؤلاء كم Great Circle على سطح الكرة عدد لنهايي طبعا عدد لنهايي فإذا حدد لك نقطتين بهمك الدائرة الكبيرة التي نقطتين بقى عليها وكانت هنا نقطة وكانت هنا هذه أقصر طريق تصل بين نقطتين طبعا لو لم تكن بالعكس سيكون أكبر طريق فإذا هذه Great Circle هذه أقصر مصار بين نقطتين على سطح الكرة إذا عكست الطريق سيكون أكبر مصار وطبعا هناك عدد لا نهائي من Great Circle لكن بهمك Great Circle نقطتين من المطلوبات من المطلوبات إن شاء الله الأمور تكون واضحة أنا أعرف أن هذه الأمثلة هي دسمة الأمثلة التي هي السايكلود وبركستي كرون ومنموم الكاتيناري والGreat Circle لكن إن شاء الله تكون بالإعادة ستكون واضحة ومخصومة وإذا هناك أي سؤال على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لانت أستغفرك وأعتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر